الله、 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 الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم في هذه الآيات المباركة من سورة النحل في أول آية التي قرأناها يشير الله سبحانه وتعالى إلى نعمة التوالد والتناسل أيضا نعمة كيف أن هذه الحياة من بدايتها من آدم وحواء سلام الله عليهما إلى هذا اليوم وإلى انتهاء العالم كيف تستمر هذه الحياة هذه أيضا من نعم الله وقلنا أن هذه السورة سورة النحل تذكر كثيرا من النعم حتى يدلنا الله سبحانه وتعالى إلى توحيده ويوصلنا إلى معرفة علمه وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى من الأشياء التي نحن متعودين عليها التناسل التوالد يوميا يمكن مئات الآلاف من الناس من الأولاد يولدون مئات الآلاف يتزوجون هذه الدورة الدائمة للتناسل والتوالد هي من نعم الله لاستمرار الحياة على هذا الكون بدون أي مشكلة هذه قدرة عجيبة عقيقة إن إذا واحد يفكر أنه شنج يصير في العالم في هذه اللحظة كم واحد يتزوج إن شاء الله ما يطلقون كم واحد يولد كم جنين يكبر في رحم أمه بدون أن يتدخل أحد الزوج قاعد الزوجة قاعدة المرأة قاعدة التوالد يصير هذه من قدرة الله سبحانه وتعالى الآية الأولى تشير إلى هذا المعنى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أولاً الزوج نعمة للزوجة يعني الرجل نعمة للمرأة والزوجة نعمة للرجل هذه نعمة أيضاً يأنس بها وتأنس به والحياة الاجتماعية لا تقوم إلا بهذا التزاوج هذا أيضاً لازم ننصح الشباب والشابات للزواج ولو كان بعسر ولو كان بمشاكل بس بالنتيجة هذه السنة الكونية التكوينية والتشريعية يجب أن تستمر مرة الزوجة كانت من غير جنسنا أو الزوج للمرأة كان من غير جنسها هذه كانت مشكلة قبل كم يوم واحد يسألني يقول طيب آدم صلى الله عليه خلق بقدرة الله من الطين ونفخ فيه من روحه طبعاً روحه تشريف وإلا الله ما عنده روح يعني روح خلقها أو خلقه ونفخ في هذا الطين فصار آدم وحواء أيضاً خلق من فاضل طينته هذا اللي يقولون من العظم الأيسر هذا مو ثابت من فاضل طينة آدم سلام الله عليهما طيب فتزاوجاً وتناسلاً إذا أول شيء شيث إجاء أو هابيل إجاء بعدين قابيل إجاء إذا هذا مو مهم المهم ولد لهم أولاد ذكور وإناث هنا يأتي السؤال أنه طيب شنو صار بعدين شنون هذا النسل استمر يعني معقولة أنه أحد الأولاد تزوجت بإحدى أخواته هذا ما يصير يعني في كل الأديان يعني في كل الأديان حرام أن الأخ يتزوج بأخته أو الأخت تتزوج أخاها ما يصير الروايات تقول أنه أيضاً خلق الله أو أنزل من الجنة بنات للولد وأولاد ذكور للبنات فبدأت العملية التناسلية استمرت هكذا في رواياتنا نرجع إلى كلامنا إذا كان الزوج يعني الرجل يتزوج بنبات مثلاً نحن جنسنا شنو جنسنا بشري بشر معادلات البشرية والإنسانية موجودة فينا إذا هذه كلها إذا دا نقول لو كان المفروض أن الإنسان البشر يتزوج من إمرأة جنية مثلاً مثلاً حقيقة كانت مصيبة ليش لأن معادلات وقوانين وجود الجن غير معادلات وقوانين وجود الإنس مثلاً منها من المعادلات هم لا يرون أكلهم وأكلنا شربهم وشربنا نعم هم مكلفون فقط مكلفون يعني شنو يعني شلون إحنا مكلفين بالحلال والحرام والأديان والعقائد والأحكام ذو لا كان مكلفين أما أنه كينونتهم تختلف عن كينونتنا شلون النبات يختلف كينونته شلون الجماد واحد يقدر يتزوج صخرة مثلاً هذه إشارة إلى هذا الموضوع والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني الزوج الرجل يتزوج من جنسه يعني أيضاً يأخذ بشر بس إمرأة والزوجة أي المرأة تتزوج برجل من إنس من الإنس يعني هذه نعمة ليش؟ لأن الإنسان يألف لجنسه لا يألف لغير جنسه إضافة على أنه كل المعادلات والقوانين التي تحكم الحجر مثلاً يعني الجماد إلى معادلات قوانين فيزيائية كيميائية موجودة في الحجر في الصخر في التراب أيضاً تختلف هذه المعادلات عن المعادلات والقوانين التي موجودة وين؟ في النبات الأشجار الثمار الفواكه أيضاً تعالوا قدام بعد شوية تقدم لأنه جماد نبات حيوان المعادلات والقوانين الموجودة في الجمادات أو في النباتات تختلف عن المعادلات الموجودة في الحيوانات أيضاً وكذلك كل هذه المعادلات الموجودة في الجمادات والنباتات والحيوانات تختلف عن معادلاتنا نحن نحن البشر يعني فالله يشير إلى هذه القضية اللي هي منسية أصلاً أن الإنسان يتزوج من جنسه طيب سؤال الحيوان ومن يتزوج أيضاً من جنسه بقر وبقرة إبل وناقة وهكذا كل الحيوانات تجي إلى النباتات أيضاً نفس الشيء بها الذكور وبها إناث جنسين بس من جنس واحد يعني ذكر وأنثى ولكن من نفس النبات تجي إلى الجماد بعضهم يقول يقولون أيضاً النباتات إلها زوجية كما هو إشارة أكو في القرآن أن كل شيء زوج أكو بس إحنا ما نعرفها يمكن ما نحسها العلم الحديث الشوية ده يفكر أو ده ي وصل إلى بعض النتائج حول الجمادات أما حول النباتات والحيوان ونقرينا حول النحل بعد قبل كم ليلة أن من وظائف النحل شي يسوي مو بس يعطينا عسل يلقح الزهور والورود والأشجار أيضاً ولولا هذا العمل لكانت المدنية تنتهي أصلاً كما قال ذاك الباحث في كتابه نرجع إلى كلامنا والله جعل لكم من أنفسكم مو من جنس آخر أزواجاً خب هذه النعمة أولى بعد ذكورية إذا صح التعبير يعني دائماً رجل دائماً آمنوا ما يقول آمن يا أيها الذين آمنوا أيها مو أيتها هذا الإشكال حتى النساء أيام النبي كان عندهم هذا الإشكال وعدة من النساء يجوا عند النبي اعترضوا وقالوا شنو هذه كل عن الرجال تتكلمون الجواب شنو الجواب أن اللغة العربية هكذا مو القرآن هي الشكل اللغة العربية لغة ذكورية إذا صح التعبير يعني دائماً الضمائر الخطابات الأفعال حتى الأسماء تأتي بالمذكر ولا تأتي بالمؤنث هذه مصيبة اللغة ومصيبة الغرآن والقرآن نزل بلغة العرب بس مو معنى ذلك أنه إذا قال يا أيها الذين آمنوا فقد يشمل الرجال لا يشمل الرجال والنساء إهنا نشي يقول وجعل لكم من أزواجكم من أزواجكم يعني شنو يعني الخطاب لمن للرجال لا من أزواجكم خطاب للرجال وخطاب للنساء أيضاً لأنه بالنتجة هذا الولد اللي يصير بالتزاوج هذا النسل والذرية اللي تصير بالتزاوج ممن من الرجل والمرأة بعد فيتقدر تقول أيتها النسوة راح يصير من أزواج كنة بس ما يقول من أزواج كنة ليش اللغة العربية طبيعتها هكذا خطاباتها أفعالها كل الذكورية بعدين النسوة اللي إجن عند النبي نزلت الآية المعروفة المؤمنون والمؤمنات الصائمون والصائمات القانت هذه كانت كتسلية للنساء إذا كان يقول الصائمون يكفي الصائمون يشمل الرجل والمرأة وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنُوا بَنِينَ وَحَفَدَةُ أولاد يجون من الزوجين يعني من التناسل حقيقة واحد إذا يفكر في هذه المعادلات بتفكر وتمع أنه شوفوا الآن عشرات الآلاف من السنوات هذه العملية مستمرة التزاوج والتناسل والبنين والحفدة هذا يكبر الرجال هو يصير هرم ويشيب يروح أولاده يزاوجون بنات يزوجا يجيوا الأيمن حفدة وهكذا تستمر العملية البشرية هذه من قدرة الله سبحانه وتعالى الحيوان لا تم نفس الشي النباتة تم نفس الشي وجعل لكم من أزواجكم يعني يجب أن يكون تناسل تزاوج بعدين يصير نسل بنينة وحفدة حفدة في اللغة العربية جمع حافد حافد أساسا يطلق في اللغة على المعين الذي يعينك الذي يساعدك مثلا في البيت في الزراعة في التجارة في العمل حفده جمع حافد ولكن هنا المفسرون يفسرون بالحفدة حفيد يعني ابن الابن أو ابن البنت طبعا ابن البنت في اللغة العربية يطلق عليه السبط سبط الأب يعني ابن بنته ولكن هنا يشمل الجميع يشمل أولاد أولاد الأبن أو أولاد البنت بعد ما يجي بعد وراشنه هم حفدة يجون يعني بنين يصير وحفدة 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 يستمر الشكل التناسل يستمر وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات هذه إشارة إنه أكلكم وشربكم يلزم أن تكون من الطيبات مو من الخبائث أكو خبائث أيضا في الوجود في الكون لا تروحوا صوب الخبائث روحوا إلى الطيبات من الأكل من جعل لنا هذه الطيبات من الثمار أنواع الثمار أنواع الحبوب أنواع الفواكت أو ألواه الزارع وأقول تعال شوف مرة أحد أحفادي الله يحفظ أحفادكم وأولادكم ما أكل بعض الأشياء أنا قلت لها تعال انعدد الأشياء قال شلون جده قلت نكتب كم شيء أكو في بيتنا في بيتكم أنا عمدا رديت هذا أعلم أنه يأكل كل شي ويشرب كل شي حسب الإحصائي ساعتين صار حوالي 300 400 مثلا عدس ماش الرز شكر خبز حنطة شعير حلاوة شكير عدد كل الفواكه قلت قلت اسم سجاد قلت سجاد هل معقول أنه الله الحكيم العليم الخبير يخلق كل هالأشياء بدون حكمة هو طفل بس يفهم يعني قال حتما بها حكمة قلت لي يعني معناته إذا أنت أكلت برتقال وما أكلت تفاح خسرت شيء يعني ليش لأن حتما أكو في التفاح في شيء اللي في البرتقال ماكو بعض الفيتامينات الزايدة مثلا أكثر أقل المهم نوعية هذا التنوع في الرزق الطيب من العجائب أيضا وإحنا قاعدين هشكير مرتاحين الله ده يرتب كل هالأمور من النباتات والأشجار والفواكه والنعم ورزقكم من الطيبات طيب فشنو صار تناسل من أنفسكم أزواجا تزاوج عفوا تزاوج من أنفسكم أزواجا تناسل بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات هس إحنا شنو نرازم نسوي يجب أن نشكر الله ما طهم من عندنا شيء ونشكر الله لنفع أنفسنا ونفع الله الله ما يحتاجنا أفب الباطل يؤمنون الباطل يعني الصنم عبادة الصنم يرحون يعبدون الأصنام الله رزقكم بنين وحفدة الله جعل لكم التزاوج والتناسل الله رزقكم من الطيبات بعدين بعدين ترحون تعبدون منه الأصنام أفب الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون كفران النعم إما إشارة إلى كفران العبودية يعني بعض الناس كانوا ويلة اليوم يعبدون الحجر يعبدون الصنم يعبدون الشجر مثلا فبالنتجة لم يعبد من رزقه العقل شي يقول يقول إذا واحد يعطاك تفاحة الآن واحد يطلع من الديواني من باب الديواني يعطيني كل واحد تفاحة المن نشكر نشكره بعد يقول بارك الله فيك شكرا جزيلا ممكن نخليه يروح بره نشكر من واحد ثاني ما يصير هذا العقل ما يقبل الله رزق لنا كل هذا الرزق كل الطيبات التناسل التزاوج البنين الحفدة الطيبات بعدين نعبد الصنم ما يصير هذا هذا إشارة إلى نعمة إلى توحيد العبودية وبنعمة الله هم يكفرون يكفرون بنعمة الله ويعبدون الأصنام لذلك الآية اللي وراه نفس العبارة ويعبدون من دون الله ما لما يملك لهم رزقها الرزق في السماوات والأرض من الله سبحانه وتعالى لأنها لأنها مخلوقة لله ومدبرة الآن لحظة بلحظة بربوبية الله كلمة كلمة لحظة مزعه أكثر من لحظة بربوبية الله كل هذه الثمار كل هذه الفواكه كل هذا الزعر كل هذه الطيبات بربوبيته بخالقيته تخلق وبربوبية تدار ولولا فيض الله سبحانه وتعالى كل هذا كان ينتهي ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا في كلها السماوات والأرض أكو رزق أي شيء من هذا الرزق بيد الأسلام بالنتيجة الآية مكية دي باحث المكيين أو الجزيرة العربية الذين كانوا يعبدون الأسلام ولا يستطيعون الصلاة ما يستطيع يعمل شيء فكيف يعبد فلا تضربوا لله الأمثال الأمثال هنا يعني لا تقول أن الصنم خلق لا تقول أن الصنم رزقنا مهم شون يشارهم يرسوون يروحون إلى الأصنام يتوسلون بالأصنام جيب لنا مطر جيب لنا رزق تجارتنا تنمو سوقنا يكون ناجح هذا كان عملهم يقول فلا تضربوا لله الأمثال أمثال يعني الرازق الحي القيوم المحي المميد كل هذه أمثال تضرب فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يعلم بكل شيء وأنتم ما عندكم هذا العلم طيب هنا أنا أكو آيتان صار محل بحث عند المفسرين بشكل عجيب يمكن اليوم أنا أربع خمس ساعات أدور بالتفاسير أنه شنو المقصود من هذين من هاتين الآيتين أقرأها بسرعة بعدين نصل إلى بعض التفسير ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ضرب يعني يعطيك بمثل مثل تقدر تضرب مثل ضرب من ماذا ليس ضرب يعني يأذي يعني يطق ضرب الله مثلا جاء بمثل من الله شنو هذا المثل عبدا مملوكا ذاك اليوم كانت العبودية موجودة بعد الآن بشكل آخر عبدا مملوكا فد عبد مملوك لشخص لا يقدر على شيء بالفعل عبد ما كان بيده شيء روح يروح تعال تعال أكل أكل ملكية ما كان عنده لا يقدر على شيء هذا واحد في الطرف الثاني ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا في المقابل المثل الثاني شنو إنسان آخر حر معبد مالك عند بيت عند مزارع عند تجارة ينفق من ماله سرا وجهرا جهرا إما يعطي للفقراء وإما يعطي على عائلته يعني شنو يعني بيدة الملكية بيده تحت تصرفه العبد شنو العبد ما عنده شيء حتى إذا عنده يجب أن يستأذن من مولاه العبد وما في يده لمولاه هذا قانون الله يقول أنت تجيبوا هذا المثل واحد هل يستوون جواب شنو كلا الآن إذا واحد أي شيء ما عنده سلطة وواحد عنده كل السلطات هل يستوون طبيعي لا الجواب مواضح هذا مثال نجي إلى المثال الثاني أنا أقرأ المثالين حتى بعدين نصل إلى نتيجة الآية اللي وراها تقول وضرب الله مثلا رجلين لا عبد ولا مالك ولا مولى ولا رق لا رجلين واحد منهم أحدهما أبكم من أول ولاد ما يقدر يتكلم وعالة اللي ما يقدر يتكلم الله ما رزقه هذه الحاسة أيضا ما يقدر يسمع أيضا على تنهي الشكل أبكم لا يقدر على شيء مو بس أبكم أصلا ما يعرف يتصرف أصلا ما يعرف يتصرف أبنا مرض وهو كل على مولاه بس إما أبو أو مولاه عبد مولاه أو ولد لا سمح الله واحد الله يضطه ولد أبكم أخرس أصم وما يفهم أي شيء ولا يقدر على لا يقدر على شيء أي تصرف ما يقدر يتصرف يعني دزل السوق يضيع ما يعرف وهو كل على مولاه يعني مشق على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أي مكان يدز ما يجيب خير يقول يروح للسوق جيب خبس يروح يفتر يرجع مرة ثانية ما عند عقل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل واحد ثاني فقيه عالم هو فهمان ويأمر بالعدل يعني إنسان عادل ويأمر الناس بالعدل وهو على صراط مستقيم ما عند أي عوجاج هذول لما يختلفون مع بعض طبيعيا هذا المثلان المفسرون يقولون هذا لقضية الأصنام يعني أيها المشركون أنتم تعبدون حجرا أصم لا يتكلم ولا يسمع ولا يعي ولا يفهم إن وجهته لشيء يرجع ما ينسوي الشيء المثال الأول من نفس الشيء مملوك الصنم مملوك لله ليش لأن الحجر مملوك لله الشجر مملوك لله الطين مملوك لله التمر اللي كان يسوي صنم مملوك لله هذا ما عند شيء من عنده فكيف تعبدونه هذا التفسير الظاهري لهاتين الآيتين أنا أريد من مجموعة التفاسير اللي اليوم شفتها أخرج بنتيجة نتيجة هواي مهمة في المعادلة أو في المنظومة الفكرية لديننا وخاصة لمذهبنا أيضا أريد أجيب إلى بعض الأمور العقائدية هل يمكن أن تعطي الأمة شوية بدون تصريح أحدشي هل يمكن أن تعطي الأمة مصيرها بيد شخص لا يملك من نفسه شيء لا علم لا فهم لا إدراك لا على صراط مستقيم مثل العبد المملوك ما يصير هل يمكن أن تعطي الأمة مصيرها بيد شخص لا علم له بالقرآن ولا بالفقه ولا بما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه الله يمكن أن نستنتج من هاتين الآيتين قاعدة مهمة عقائدية عقلية عقلائية عقلية يعني العقل يقبلها عقلائية يعني كل العقلاء يقبلوها هذا الفرق بين العقلي والعقلائي العقل يعني كل العقول تقبل العقلاء كل العقلاء أيضا يقبلوه شنو أنه بابا أكون تفاوت عالم وجاهل قل من نتبع ونتبع العالم بعد عبد لا يملك شيء ومولى كل شيء يملك طبعا هو الآية نازلة حول الأصنام صحيح ولكن نريد أن نستنتج منها قضية عقائدية أنت الآن عندك مشكلة لا سمح الله واحد عنده مشكلة في مرض عنده يقعد بالديواني يقول بابا شا سوي الشباب اللي بالديواني يقول روح بواحد بقال أو فد واحد عطار أو فد واحد خباز متضحكون علي أو ميكانيك سيارة بابا أنا عندي مشكلة في المعدة مثلا أجاركم الله وأجارنا شنون أروح عند واحد ميكانيك سيارة واحد يضحك علي بعد أو روح عند واحد أصلا أبكم يعني ما يفهم شي لا ينطق ولا يسمع ولا يعي ولا يفهم كيف أروح أما الآخر يقول لا بابا روح عن طبيب الأطباء معدة أكو في الكويت مثلا الطبيب الفلاني أفهم يمكن تجربته أكثر جاي من خريج من جامعة فلان فشوفوا يروح عند الشخص اللي عنده مؤهلات الآيتان ظاهرهما في شنو في قضية عبادة الأصنام صحيح الله يريد يمثل للمشركين هذا الصنم الذي تعبدونه هذا عبد المملوك والمالك منه هو الله سبحانه وتعالى فلماذا لا تعبدون المالك ليش منتروح عند العالم منتروح عند الجاهل المثال الثاني واحد أبكم أصلا ما يتكلم إذا تدز على شغله ما يجي بخير أصلا إن أينما أينما يوجهه لا يأتي بخير وبالفعل الصنم ما يأتي بخير أي شيء تطه الشكل صنم حجر أصلا بدون ما تلتفت إلى القاعدتين دي تطبقها تروح إلى البضاعة الأحسن السوق الأنظف الشخص الأمين البضاعة لتكون ملوثة شنو هذا معناته معناته تروح إلى الأصلح وتترك الفاسد هذه العملية العقائدية موجودة في كل حياتنا فأنا أريد أن أطبقها على ثلاثة أشياء على التوحيد لا نعبد الأصنام لأنها لا تعي ولا تفهم فهي أبكم ومملكة ونطبقها على النبوة فنختار رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونتبع من هو على صراط مستقيم أمير المؤمنين وأولاده المعصومين سلوات الله عليهم أجمعين بعد كم دقيقة أرجع إلى الآيتين شوف شلون تطبيقه صار ضرب الله مثلا هذا الآية الأولى عبداً مملوكاً عبد عند مولى مملوك لا يقدر على شيء وبالفعل في القانون عبد عبد وآخر شنو ومن رزقناه يعني حر مولى عند رزق إحنا رزقناه رزقاً حسناً ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفقه ينفق من أمواله يعني منه يعني من رزقه سراً وجهراً سواء ينفق على المحتاجين أو ينفق على عياله على نفسه هل يستوون مستحيل بعدين يقول الحمد لله معنى ذلك أن كل الحمد يجب أن يكون لمن لله مولى الأصنام بل أكثرهم لا يعلمون يعني عند علم مدى يفعل علمه عند عقل ما يفعل عقله هذا مثال المثال الثاني وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم ما يقدر يتكلم والأبكم عالة أصم أبكم أخرس يعني لا يقدر على الشيء أصلاً معلومات أم ما عنده لأن الولد لا سمح الله الله يجعل جميع الأولاد سالمين اللي يطلع من أول طفوليته أبكم وأصم هذا حتى ما يقدر يقرأ ما يقدر يكتوب ما يقدر يفهم شيء هذه من النعم العجيبة لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه كل يعني ثاقل ثقلة يقول لدخل لي كلك على عاتقي يعني لدخل ثقلك علي وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أي سؤال تسأله يقول ما أعرف اسأله علي ابن أبي طالب أينما يوجهه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هو عالم عادل ويأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هذه معادلة فكرية عقائدية تأتي في كل شيء في التوحيد في النبوة وفي الإمامة ونحن إنما نعتقد بالنبوة وبالأنبياء ونعتقد بالأئمة لهذه القاعدة العقلية وإلا بأي مناسبة نعتقد التصور صار واضح موشكل بس المثال هل هذه المثالين هذان المثالان ضرب في هذه الآية أو في هذه السورة لأجل التوحيد أساسا ولكن ممكن أن نستنتج منها قاعدة عقلية وعقلائية لكل حياتنا طيب الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل ليلة اليوم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أكو وصايا من الرسول لعلي أكو وصايا من الرسول لأبي ذر أكو مصايا لسلمان أكو أشكل لهواية أكو وصايا الرسول أكو كتاب وصايا الرسول عن علي عليه السلام أن النبي قال في وصيته له وصية خاصة لأمير المؤمنين طبعا حتى يعلمنا إلا يا علي سبعة من كنا فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان الإيمان له ظاهر ولا هو حقيقة يعني عمق الإيمان لب الإيمان حقيقة الإيمان فقد استكمل حقيقة الإيمان وأبواب الجنة مفتوحة له كل الأبواب مفتوحة لها يعني بالنتيجة يصير بعاقبة حسنة هذا يروح إلى عاقبة حسنة أولا من أسبغ وضوءه الصلاة بدون وضوء باطل باطلة حسن تقول أنه للنظافة للنقادة ما يسمى بحد حكم وإلا هو إسباغ الوضوء إسباغ يعني زين توضع أكو ناس يتوضعون من من أماكن غير صحيحة إسباغ يعني إكمال الوضوء طبعا ليصرف ما يهواية ولكن إسباغ من أسبغ وضوءه الثاني شنو؟ وأحسن صلاته بعض الناس مع الأسف واحد يشوفه في العتبات بعد ما مخلي جبهته على التربة وشلون قال سبحانه ربي أنا الدورات أفكر سبحانه إذا تريد بسرعة تقول سبحانه ربي يلعلى وبحمده يطول شوية بس يخلي رأسه على التربة يشيلها بعد ما قاعد يقوم هذا ما يصير هذا عدم إحسان الصلاة وأحسن صلاته بدون مستحابات ما يريد ولكن الصور الإمام أمير المؤمن شاف واحد هش يكل يصلي بعد ما مخلي رأسه قال نقر كنقر الغراب الغراب شافينه هش يكل يسوي كأنه ذاك الوقت كان هذول هش يكل يصلي من أسبغ وضوءه أولا وأحسن صلاته بعد شي يسوي ثالثا وأدى زكاة ماله زكاة خمس رابعا لأن الزكاة تشمل الخمس رابعا وكف غضبه أكثر الجرائم من الغضب يصير أكثر الإهانات التي تصير لأشخاص التي لا يمكن إحنا واحد يهين من الغضب يصير كف غضبه خامسا وسجن لسانه هذا اللسان يود الإنسان في داهية سادسا واستغفر لذنبه صلاة يصلي خمس زكاة يعطي ما يأذي أحد يكف غضبه عندما كف غضبه بعد ما يتجاوز على الآخرين لأن أغلب التجاوزات على حقوق الآخرين من الغضب وسجن لسانه واستغفر لذنبه حتما لم أكن بعض الظنوب يستغفر فبعد ما عنده مشكلة هاي ستة السابع شنو أساسها السابع ولولا هذا الأساس هذا النجو متفيد وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه صلى على محمد النصيحة لها معنى معنى أن الوالد ينصح ابنه يوعظ ما هو والد سوي الشكل هذا معنى النصيحة النصيحة إذا أجت إلى الكبار أنا صغير أنصح أهل بيت النبي كيف يحدث هذا معنى يختلف النصيحة أن تعمل ما في وسعك في سبيل أهل بيت نبيك هذا معنى أن تصنع وتعمل وتطبق حياتك على سيرة أهل البيت هذا يسمى النصيحة يعني إذا صار النسان عنده فترة أنه يريد يصرف وقته في شيء أو يصرف في سبيل أهل البيت يصرف في سبيل أهل البيت يدافع عن أهل البيت يطبق حياته على سيرة أهله هذا يسمى النصيحة النصيحة من الصغير أخونا ما هي الكبيرة إحنا وين أهل البيت شنو وأدى النصيحة يعني الولاء العقائد أول شيء نحبهم نودهم مودة محبة انتماء توسل استشفاع كل شيء من أهل البيت رسول الله ومن الرسول الذي هو عظيمهم وأيضا ندافع هذا يسمى النصيحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا لتطبيق هذه الوصايا إن شاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة